اشتركوا في القناة للي ما يعرفش هانز نيمن له قصة شهيرة انه اتهم بالغش في مباراة مع ماجنس كارلسون كلاسيك في بطولة اسمها سينكفيلد كوب المباراة دي جعلت ماجنس يترك البطولة ويمشي بعدين اتهموا بالغش صراحة وقال انه كسبني في النهايات بطريقة لا يستطيع على فعلها الا مجموعة من اللاعبين لا يتعدوا اصابع اليد الواحدة يعني في هذا العالم اكيد مش منهم هانز نيمن انا عايزك تشوف مستوى هانز نيمن في هذه الجولة وانت تحكم هل هو ممكن يعجن ماجنس للدرجاتي ولا مش ممكن ولا ايه اللي تغير يعني بصوا بصة وقولي في حاجتين تطوير كنت ناوي اعملهم واحدة منهم ان شاء الله سيتم تنفيذها التانية وقف التنفيذ لان فيه 40 تعليق تقريبا جولي كلهم مش موافقين على هذا القرار القرار الاول ان انا اي ماتش هجيبه ان شاء الله وعرضه هسيبهولك تحت في صندوق الوصف تقدر ان انت تاخده copy و paste وتحلله براحتك على اي engine في اي نقلة جات في بالك عايز تشوفها حلوة ولا وحشة خد الماتش وحلل القرار التاني ان كنت ناوي ابطل اقول like لذيذ واشترك في القناة اطلع لك بس كده صورة تفتكر او كده لكن الناس كتير جدا ما وفقتش على ده وقالوا انها جزء من شخصية القناة وبلاش وانا عارف انها ما بتفرقش لكن خليني اقولها للناس اللي حبه تعمل وناسيه اللي مش ناوي يعمل ده ان شاء الله لو قلت له كل ثانية هو خلاص هو اخد قرار يلا بينا يلا بينا like لذيذ واشترك في القناة الفيديو ده حلو المباريات حلوة العنوان اللي انا كتبته برا ده حقيقي وهتشوف ان شاء الله كده ده في الماتش ويلا بينا اه بس مش في الماتش ده في الماتش التاني اللي هو الحلويات بتاعة الحلقة انا قلتلك ان فيه طبق رئيسي اللي هو ده وفيه حلويات اللي هو الماتش رقم اثنين اي فور اي فايف نايت اف ثري نايت سي سي سكس ريو لو بيز ضغطة على الوسط نايت اف سيكس البرلين ضد الريو لو بيز ممكن نلعب هنا تبييت وياخد البيدة ونخش ما يعرف بنهايات البرلين اكيد سمعت عنها اعتقد روك اي وان وبعدين يعمل كده وبعدين ياكل لا ده ده مش اللاين اللاين التاني بتاعة الدي فور دي فور نايت دي سيكس ياكل 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 جي ناهايات البرلين يا اخوانا بعد ما ياكل ياكل وبعدين كش يرجع او او مئة الف حاجة بتتلعب اتشي ثري بتتلعب مش موضوعنا الولد كاروانا اللي هو من عمري يعني فاحنا صحاب الولد كاروانا ايوة مالو عايز يلعب ميدل جيم مش عايز يخش ناهايات البرلين حقك بيشب والان تخلص من امتياز الفيلين مباشرة بس عوج البيادق على جناح الوزير بس سابل الاسود امتياز الفيلين ماشي كمان هياخد البيدق لا دي بلندر خلي بالك اه وزير هات مات وهات القطعة ماينفعش طيب اتشي ثري ما تربط نيشي نايت دي سيبن لعبت الان فكرة نايت دي سيبن هي حماية لهذا البيدق خلي بالك ان بيشب اي سيكس ممكن تتلعب ولما تبيت تعمل تهديد حقيقي للطلب هذا البيدق نايت دي سيفن تيجي لكنه قرر يلعب نايت دي سيفن من بدري ويقفل على الفيل حقه ده الشكل اللي هو مذكره نايت سي ثري والان تبيت ايضا في الاشكال الاخرى بتاعت بيشب اي سيكس وبعدين تبيت نايت بيبقوا ناويين يلعبوا كده ويبيتوا طويل فواضح ان مش دي الخطة بتاعت هانز موك نايمن وملقي الخطة واضح ان هو بيت قصير فبيانو كوروانا يكمل ببيشب اي ثري لو اكلت اكلت مفيش اي مانع الحصان ده هيلف وهنهجم على الملك وفتحنا فايل نصف مفتوح او عمود نصف مفتوح لكن هانز موك نايمن ليس مهتما وعادة بالفيل الان تبيت روك اي ايت نايت دي تو ذاهبا الى هذه المربعات لو استطعت ان انا استرجع امتياز الفيلين من الخصم تبقى حاجة ممتازة يعود الحصان الى الوراء نايت سي فور نايت جي سيكس والان وقف الفيديو وفكر تلعب ايه لو كنت مكان فبيانو كوروانا وانا هاعتبر ان انت ارجعت النقلة هي دي فور تبدو غريبة ايه ده ماهو لو اكل الفيل ده هيتفتح لا ماهو اول ما حياكل لو اكل انا حاكل دلوقتي هاخد امتياز الفيلين واطلب الرخ يعني معندوش وقت يعمل كده حاكل تاني اكسب فرق فيا اكل مثلا بعدين اكل بالوزير وما عنديش اي مانع ادخل هذه النهاية عندي ماجورتي اربعة على تلاتة بينما هذه الماجورتي فشلة انها تنتج بيدة سالك للاسود ونتجت امتياز الفيلين ابيض احسن طيب هو ما اكلش لكنه انتشر هات الحصان الان ما عنديش مانع برضو ااخد امتياز الفيلين واظبط لك البيادق وكل حاجة بس ااخد دي فايف مساحة لو انت اكلت وده اللي حصل في المطش انا حاكل وعملت باكورد بون بيدة متأخر ممكن اعمل عليه ضغط امامي ووقع البيدة كوين دي ثري ناوي فعلا يجوز ويدغط على البيدة اكل مباشرة اكل بالوزير طرده وتخلص من البيدة المتأخر يا سلام عليك يا نعمان اكل بيدة في بيدة تعال انخش نهايات قال له هات الفيل يعني انخش نهايات ماشي بس هات الفيل جدير بالذكر ان دايما في معظم التفريعات لو انت دخلت تكسير البيدة ده ممكن يسقط الروخ جات كوين اي 2 مش مهتم والان كوين اي 5 لان الوزير كان مطلوب كوين جي 4 يمكن اربطك يمكن اعمل كده واعملك اضعافات تلعب ايه لو كنت مكان العم نعمان ايه القافية الفضل ايه ماشي النقلة هي كوين اي 6 علامة استفهام وحشك على فكرة اخد فيها خمس دقايق او اربع دقايق تقريبا يعني هو ملعبهاش كده بسرعة الفكرة انه منع فكرة الفيل انه يجي ويربط خلاص هو قفل السكة دي خالص لكن هو تخلى عن حماية هذا المربع يعني انت ممكن تقعد تقول التهديده التهديده لاي عمنا همنع التهديد وتقعد تحسب طب لو جالي كده طب لو ما كده كل انت عينك كلها هنا ومرة واحدة تنسى انك عملت مصيبة في مكان اخر العقاب لهذه النقلة عقاب غريب جدا رخ فرخ ياكل هات الفيل لو انت كلت انا باخد الفيل وابدى اعمل تهديدات قاتلة لو منعتني مثلا من النزول فانا عندي سبعة وعايز القطعة ولو سحبت نفسك بديك كش تغطي هات متات ايه اللي بيحصل ده طيب لو ملعبتش النقلة دي ولعبت ناينت سي سيكس افضل نقلة على الانجين برضو كوين دي سيبن جامدة طيب فتحت نفس مثلا الكيش والبيادق تسقط ااسف البيادق تسقط حاجة غريبة جدا نقلة واحدة تلعبها غلط في الموتش يتم عقبها بهذا الشكل كوين اي سيكس وتعالي مشي من وشه مش مكسر ومش ضاعف الباك رانك بتاعي لكن روك دي سيفن دلوقتي موجودة هات الحصان نايت جي سيكس كوين اف ثري هات البيدق فبيانو كروانا مسك حبل المبادرة ومش هيسيبه هات هنا هات هنا كوين تيكس الان اطع على الطريق بتاع الحماية هنا يعني لو عملت كده مات في اتنين كش في كش مات الحصان يعود للحماية منظر منظر بشع والطريقة التي تعامل بها هانز نيمن في هذا الشكل حد يقول لي مثلا ان الراجل ده بهذا المستوى يكسب ماجنس ولو بعد 100 سنة بالمنظر ده مستحيل يعني استرجع البيدق روك ايه خبالك بتمبو يعني مفيش وقت تاكل هنا روك اتحركت والان حما البيدق بس ايه ده اططع دي بجد روك تيكس كش ميشي بدأ يدفع في البيادق يا معلم تعال انكسر ما بكسرش خسران ماتيريال البيدق وصل ستة تعال انكسر تاني ما بكسرش هات مات في واحد انا حميت المات هات البيدق ام منسحب بصراحة it's a matter of time خلاص يا مسألة وقت والموضوع ينتهي فمش محتاجين نحلل تحليلات عميقة الموضوع ان هو بيترجم التفوق خلاص هو اصلا بمجرد محط الحصن ده هنا جاء انه خسر قطعة موقف حزين تعال اتشوف بقى مين اللي بلع التحضيره والتحضيره دي عاملة ازاي وانا مهتم جدا في هذه الحلقات ان ما جيبش المباراة من اللعيب اللي على مزاجي دايما الابيض تحت والاسود فوق بشكل تقليدي كلاسيكي تيراداشنالي وكل حاجة بدأ ملك من بريدك بينطقوها بريدكي بتقييم 2656 ويلاعب يان شيشتوف دودا نايت اف سيكس طبعا دودا عمل امبارح مباراة اسطورية فيستحق ان احنا نتابعه اي سيكس نايت دي فايف نايت والان دودا يقرر انه ينتشي البيد على فكرة ده دي اسمها فيينا تفريع فيينا من الكوينز جانب الديكلايند مش افتتاح فيينا مش فيينا جيم بتاع اي فور اي فايف نايت وبعدين اف فور لا دي فيينا فارييشن من الكوينز جانب الديكلايند اني انتشي البيدق دلوقتي بدائين في الوسط تعلم مربوطك رجع بدقه لكن دودا خد البيدق على الربطة ودي احسن نقلة على الانجن تبيت رجع بالحصان هو ده اللي هو مذكره وبدأنا نشوف حاجات لا يرشحها الانجن كوين اي 2 خلاص دي نوفلتي احنا دلوقتي بنلعب دماغ لدماغ خليني اقولك ان دي نوفلتي تبيت روك دي وان ده مطش جديد النقلة دي اول مرة تتلعب يا ليها النقلة دي دي اول مرة خلاص بقى ده مطش جديد بس بص على وقت اليكزاندر بريتكي لسه ما تحركش الرجل كمل انتشار الشكل صفار على الانجن مفيش حاجة نايت اي 5 بس تموف على الانجن الشكل صفار طب ماكو العقلع ماينفعش تاكل احنا مش بنهرج لان الحسن ده هيروح فين دلوقتي لو جاه هنا مثلا فبشيب تيكس بون تيكس نايت تيكس هتلفيل والكيش دي جاي والوزير رايح حتى لو رجعت هنا الكيش والوزير رايح ماشي اوكي ايه الانجن مرشترح نقلة غريبة ولا ايه نايت اي 6 بس اه في نايت تيكس هنا كمان وهات الوزير وهات الرخ ينهر سود اوكي نايت اي 5 بيشيب باكت اي 7 الشكل صفار لا اوقف في فيديو وفكر تلعب لو كنت مكان الابيض الابيض منضحي ببيدة الوقت اهم حاجة وانت لعب جامبت وانت مضحي بيدك الوقت مهم جدا روك دي 3 علامة التعجب دي من عند العبد لله دي مهمة نايت بي 6 هتلفيل سوحي بلفيل الى الوراء والان لابد ان تلعب لابد ان تلعب 9 من 10 8 من 10 روك اتش 3 وتلعبت في الماتش هات مات في واحد احد الافكار اللذيذة المهمة في هذا الشكل انك تقفل الطريق الاف 5 ودي اللي تلعبت يعني دي فكرة اصلا ان الحصان يجي هيلعب اف 5 ويقفل الوتر انا ما عرفش هو ليه ملعبش النقلة دي يمكن فكر ان حاجة زي كده هتحصل يليها بشب ويكسر ويهاجم لكن اعتقد فينا الات كتير دفاعية جيدة جي سيكس ممكن تتلعب الحصان يمكن ان يعود ليحمي بس ممكن يكسره خد بالك وبعد كده يكسر ويهاجم بس خلي بالك الانجين مدي هنا تفوق كبير لان البيدق ده سيسقط الان فانت مش مضطرة تاخد البيدق ده حالا ممكن تلعب الاول بشب اف 4 او بشب دي 2 وبعدين تجيب الرخ عطلة شوية خلي بالك يعني النقلة بتاعت نايت بي سيكس سي سيكس دي مهمة لان الوزير مازال باصص على البيدق والرخ ما بتتزحلقش لكن دي حتى يعني بعد ما ده عمل كده دي حتى قفلت السكة ان الوزير يضغط على البيدق فالرخ اتحررت الوطرت قفل كوين اي 2 عاوز اجي تاني وديك مات تقريبا اه هو بدأ يفكر من دلوقتي بعد كوين اي 2 دي كوين اي 8 ممنوع تيجي والان هكمل انتشاري اي 5 بتهجم اي اي 4 ما تهجمنيش اي بشب اف سيكس تعالى نتخلص من هذا الحصان القوي روك اي 1 انا جبت القطعة الاخيرة تلعب غريبة قوي رغم ان الروخ دي هتتزحلق ازاي لا فيه هنا ولا فيه هنا اتقل علي بدأ الان اتقل الان تلعب ايه لو كنت مكان الابيض انقلا هي جي فور طب لو كالت لا لو كالت والفيل هيلف وهتاخد متاتة فوق 4 يعني مثلا لو تلعب هنا بيشيب تيكس روك تيكس جات المباراة الوقتي طيب دي احسن نقلق على الانجين اعمل لكم ايه طيب بيشيب بيشيب عليها بيشيب اتشي سيكس النايت يرجع مثلا يتحدى هذا البتاع لا تعالا هاتي عم حاسبي بيشيب تيكس يمشي بيشيب معرفش فين يمشي قم يديره دي على الهوى تقريبا وبعدين كيش يمشي وبعدين كيش مات وضع بائس فطبعا مخدش البيدأ تخلص من الحصان لانه قطعة هجومية اكل بالبيدأ والان بيشيب دي سيفن الفيل الحازين اللي ما بيلعبش طلعوا من مكانه كان الافضل انه يأكل هنا وبعد ما تاكل يجيب القطعة البعيدة ترجع والشكل تعدلي على الانجين الوقت يبدأ يقول سبعة من عشرة بس استيل بيسموه هولدابل يعني متماسك يعني ممكن اكمل بيشيب دي سيفن سمحت باني اكل يأكل بالرخ والان خد بالك انك لو كانت بالبيدأ ده بيدأ سالك مدعم بشع مجرم ولو كانت بالرخ انت تخليت عن المربع شكرا شكرا قطعة مهمة جدا جاية تهاجم وعشان كده بدل ما كنت تلعب النقلة الخيبانة دي كنت خلصت من الحصان الاول وجبت الحصان الاخر خد بالك الانجين برضو ما بيهرجش اكل بالرخ نايت اي فور كوين اي سيفن والان كوين جي فور الفكرة ان الوطر ده رجع يتفتح تاني بعد ما البدأ مشي وبدأ بقى يجيب القطع ويعمل بقى حاجات مندي وبتاع كده فهم روك تيكس سقط البيدق والان بمنتهى الهدوء بشيب سي تو ما هو دي حيطة بس دي تفتحت دخل بالحصان والان في نقلة لعبت تبدو جيدة لكنها مش احسن حاجة هات الوزير تحس كده ان هو بيقوله هات الوزير اه بس عطل الهجوم افل السكة عالوزير وده ما كان الحصان اصلا بس في نقلة هنا تفوق ثلاثة وتمانية من عشرة يعني تقريبا تفوق اربعة النقلة غريبة النقلة هي حصان يرجع مكانه ازا جارع اقولك ازا جارع ده فيل ببلاش اه دلوقتي ده مطلوب يعني ماهما لما الحصان مشي كده بقى فيه ضرب هنا فلو خدت ده ببلاش باكل الاول بكيش وبعدين بعد ما تمشي بفتكر ان فيه رخ ببلاش بكيش موجودة برضه يعني رخ ببلاش طب خلاص مش هاكل الفيل يعني خلي بالك ان الحصان ده كمان مطلوب وهو اللي يعني هاكل رخ في رخ انه جعش دماغي اوكي هات بقى الحصان هارجع بالحصان دلوقتي كوين ايج فايف هات هنا وهات المتات بقت قطعة يرجع تعالى اجباري الكلام ده اجباري خلي بالك روك اف ثري وينز بعد ما يدفع يحميه بيشب هنا بيشب في وشه ودلوقتي بيشب سي ثري بيستموف يا الله بيشب سي ثري لو اكلت هنا روك تيكس اف فور ياكل وفيه متات جاية ولا ايه لا اله الا الله نايت اف سيكس وبعدين كيش وبعدين الروخة هتروح ماشي ماشي شكراً يا إنجين بيشيب جي فايف لو عيبت والآن كان أفضل حاجة ياكل لو كانت بالوزير الشكلة عادل لو كانت كده رخ تروح 9 من 10 بس على الإنجين بعد الكش تتحرك وبعدين H6 7 من 10 لكن دودا بيسمو كده ركب الزحليقة اللي هو خلاص عارف انه بيخسر فأي حاجة يا عمه خلاص حصد بعضها يا الله ماشي ماشي خلاص ركي 2 G6 كوين H4 H5 كوين G3 التهديد انه يديوا كش مثلاً وياكل هنا أكل والآن الكش جات فعلاً كينج G7 تعالى تاني لو أكلت واضح أنك لازم تاكل وهذا ما حدث متات بالك مش كده وتاخد الوزير لا 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 كش كده لو كالت تاخد مات في واحد لو مشيت تاخد الكش في كش مات انسحب هنا دودا جماعة جماعة دودا أكل ضرب جامد قوي يعني أخد البدأ من أول المطش وبلع تحضيره يعني في منتهى الحزن إيه ده أتمنى تكون ببسطة واستمتعت بكرة 12 الظهر إن شاء الله وبدون مقا لا بكرة الجمعة بعد صلاة الجمعة يعني على الساعة 2 الظهر إن شاء الله حلقة باسم أمين وأدهم دايما باسم وأدهم هيجوا في حلقة واحدة نشوف المصريين بيعملوا إيه في البطولة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله غدا أراك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة